السلام عليكم ازايكم يا حبيب قلبي عاملين ايه ياربو كلكو تكونوا في احسن حال ان شاء الله النهاردة فيديو جديد هيكون فيديو لسيدة من السيدات الجميلة اللي احنا بنحبها وبنصدر فيديوهاتها وكمان فيديو بيكون حلو جدا وكلنا بنحب التنظيم والترتيب بالذات في الفيديوهات الجميلة الرائعة دي فيديو النهاردة هيفيدك ولو بحاجات بسيطة او بافكار بسيطة هتفيدك لتقديم لتقديم حاجاتك لضيوفك في بيتك بحاجات جميلة جدا بجد عايز اقول لكم فيديو النهاردة فيديو رائع بجد والله كميل فيديو للاخر ان شاء الله هيعجبك وتفاصيله هتعجبك تبيلي تحت في الكومنتات انت عايزة فيديوهات عن ايه وانا اجيبلك كل اللي نفسك فيه ان شاء الله بس طبعا قبل ما تكمل الفيديو متنسيش دعمك ليا باللايك عايزاي لايكات كتيرة منكو ده دعمكم ليا وبشكركم طبعا على كل لحد بيحط لايك وكمان لو انت اول مرة بتشوف القناة عندي من خلال الفيديو ده اكيد هيسعيدني وجودك معايا اتناورها عائلت الكبيرة اشترك في القناة وفعالية الرجلس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد مني وطبعا بافرح بكمنتاتكو اللي بتبقى شرف على دماغي من فوق كمان لو انت جديدة معانا في القناة ياريت تكتبيلي تحت في الكومنتات علشان اراحب بيكي وكمان تنضمي لعائلتنا الكبيرة وعائلتنا الجميلة اللي بتشرف بيها في كل مكان يلو بنا نبتدي الفيديو بتاعنا ما تنسوش تحطوا اللايك لو انتو نسيتوا تحطوا اللايك اول حاجة السيدة اللي معانا كانت بتنظم الدرف بتاعتها الدرف دي كانت عاملها جديدة زي نزوم نيش النيش ده يعتبر احنا كلنا بنلغي من حياتنا تماما فحملت كده في المطبخ زي نزوم ركن من النيش وابتدت ان هي تحط في الصين بتاعها او الديكورات بتاعتها او الحاجة بتاعتها اللي بيستخدمها بالمناسبة ان السيدة معانا النهاردة سيدة مغربية هتشوفوا بقى التقصات المغربية وشايفين هم بيحبوا جدا الحاجات اللي هي بتبقى داخل على اللون النحاس شوية وبعد كده جابت المنظم ده وكانت بتقول ان المنظم ده جايباه من اموزون وزي ما انتو شايفين حطت فيه الحاجات اللي هي بتفضلها عايز اقولكم ان انت تقدر تحط فيه اكتر من غرض او اكتر من حاجة يعني ممكن تعمليه البطاطس للبصل للحاجات اللي انت تفضليها ولكن عجبني فكرة جدا البوكسات دي الخشبية بتاعت التوم بقى والبصل والحاجات اللي انت بتستخدميها من نسبة للخزين بتاع البيت طبعا هي هنا كانت عاملة الوحدة دي الوحدة دي كانت عاملها لكل حاجة يعني بتنظم فيها كل حاجة وبعد كده جابت الطقم الجميل اللي هو بيكون عليه الغطى بتاعهم بيبقى كورة كده والكورة دي بتتكون كورة خشبية عايز اقول لكم ان الطقم ده ازاي زمهوش اكليريك بيطبع منه كده على فكرة فراضيني وبيطبع منه طقم زي منتو شايفين هي فضلت ان تجيب الطقم ده لحاجة بتاعتها زي المكارونة والحاجات اللي هي حطتها فيها منسبة لي البوكوليات هنيجي هنا للجراض العادية اللي احنا عارفينها حطت فيها المكسرات بتاعتها عشان تقصر اللون شوية ويكون كمان الشكل العام شكله حلو هنيجي هنا بقى لتقسيم المطبخ او لترتيب المطبخ وهنا برضو مفروض ان الشاي دو كانت بتحطه فيه نفس المكان زي ما انتو شايفين حطت الشاي كله طبعا دي النكهات بتاعت الشاي حطتها فيه المنظمات اللي انتو شايفينها اول في المنظم الجميل ده وعايز اقول لكم ان المنظم ده متوافر في كل مكان هنيجي هنا بقى للمطبخ بتاعها اول حاجة تنظيمها وترتبها للمطبخ كانت جايبة برضو المنظم اللي هو الخشبي اللي هو بيقسم لها الدرج حطت بقى كل الحاجات اللي هي بتستخدمها دي يعني منظمات ازاز طبعا منظمات دي بتاعت التلاجة وبتنظم فيها الاكلات بتاعت التلاجة وشفتوا الغطيان بتاعتها على جنب يعني تقدري تقولي كده قسمة الدرجة على مزجها بعد كده بقى راحت ليه الادراج وهتبتدي بالادراج طبعا بالمكنسة اللي هي بتشفط وانتو عارفين ان المكنسة دي يعني هي اداة نازلة جديد صغيرة كده يعتبر شفاط يعني بيشفط كل الحاجة اللي في الادراج عشان تبتدي ان هي تنظمها بالشكل اللي انتو شايفينه ده شايفين كل ده بمراعاية كل ده برعاية المنظمات اللي هي بتقسم الادراج زي ما انتو شايفين حاطت نجاهات القهوة وحاطت المنظمات بتاعت المعالق علشان تقدر ان هي تستخدم حاجاتها بكل سهولة و بكل سلاسلة من غير تعب هنيجي هنا طبعا بعد الكركبة دي كلها لازم لازم ان هي كانت تنظف الرخامة بالمنظفات المنظف ده هي كان بتوريكم لمعة الرخامة يعني عشان اللي عايزي جيب من المنظف اللي هو اول ملمع بتاع الرخامة هي هو ده شكله لو انت عاوزها وقفي بس الفيديو عليه وخدي سكرين واسأل عليه في الأسواء هتتلاقي هنيجي هنا بقى ليه التلاجة طبعا هي مسحة خلاصة الرخامة كانت جايبة كده منظمات اكليريك على فكرة المنظمات دي هتتلاقوها عادي في المواقع كانت هي طبعا لو تلاحظوا كانت حطى الحاجات دي في قلب اكياس طبعا هي هنا ليه زي ما تقولكم ان هي ليه التلاجة او للفريزر لانها هي متلاجة حطيتها في قلب المنظمات دي ومنظمات دي نازلة جديدة انا حبيت اجي بالكو برضو ليه عشان لو انت مثلا بتجديد او بتحب التجديد او التغيير هتستفدي منه كتير هنا بقى يعني بتوريكو صفرتها البسيطة اللي هي بتكون بتقدمها ليه هي واسرتها او ليه هي وعليتها حاجة بسيطة حاجة هادية حاجة شيك بتخلي المنظر الجمالي حالي طبعا هنا برضو كانت جايبة المنظمات دي لو انتو شفتو هي كانت بتاخد الاول المجاد من مكان كده او يعني من فوق خالص فجابت لهم المنظمات دي عشان تقدر ان هي ترتب برحتها تحت تحط حاجات وفوق تحط حاجات لاستغلال المساحات ودي الحاجة اللي احنا بنكون كلنا عايزنا هنجي هنا بقى للكوفي او للمكان بتاع الركن بتاع الشوكولاتات او الكوفي او بتاع الشاي او القهوة عملات المنظم الحلو ده ده جولة سريعة بقى بعد ما خلصت وبعد ما رتبت ونظمت الدنيا كده بشكل عشوائي وفي نفس الوقت حاجات تفتح النفس هنجي هنا برا هي كانت عاملة برا في الريسيبشن عندها زي نظام ترابيزة كده ويعتبر يعني فيه ناس كتيرة من السيدات المغربيين والجزائر بيحبوا جدا جدا ان اللي يكون عندهم الكوفي دوت ويبتدوا يحط عليه الشوكولاتات والصانية بتاعت القهوة والشاي والحاجات دي كلها عشان تكون مقدمة الحاجات دي بحيث لو اي حد جالها في اي وقت حاجاتها تكون محطوطة على الترابيزة وانا بصراحة بفضل كده من هي تكون عاملة ركن زي نظام كوفي يعني طبعا هنا كانت راح ماشية بالعربية العربية دي اللي بتقدم فيها الحاجة او بتحط فيها المأكلات او الحاجات اللي هي طبعا بتقدمها لضيفها او بتحطها على الصفرة بدأ بقى ما تروح وتيجي جاية رايحة رايحة جاية بس طبعا ده بيساعدك على استغلال المساحات لو فيه عندك مساحة هنيجي هنا بقى لي البوفي او البار بتاع الصفرة وده دكوراتها البسيطة او في الوقت العادي او في الايام العادية اللي مش بيكون عندها عزايم وده شكل الصفرة فازة من غير مفرش انا بنبهكوا يعني الحاجات انتم ممكن تبقوش مفرش مش حاطة وعلى البار كمان او على البوفي مش حاطة مفارش خالص ولكن يعني بتوريكوا الشكل العام هنيجي هنا بقى بتطلع من البوفي الحاجة بتاعتها اللي هي تستخدمها ساعة الصفرة او لما بيكون عندها عزايم وطبعا المناديل بقى والدبابيز بتاعت المناديل والحاجات اللي هي بتدي شكل دكوري حلو او شكل دكوريشن حلو شايفين حتى المعالق جايبالها كده المنظم بتاعها شكله حلو جدا يعني شكلها حتى كمان على الصفرة يفتح النفس كده شايفين بقى التقديم تقديم حلو جدا حلو جدا لما تكوني حاطة اضباق او ممكن الناس ما تتفقش في الحتة دي لما تكوني حاطة مثلا اضباق او حاطة اي حاجة وفي النص في ظهور او كلام ده في ناس بتحس ان دي كركبة فهمني ولكن في ناس تانية عادي لأ بتحب هي طبعا زي ما قلتلكم ان ده على حسب الاماكن طبعا هنا دي النكهات بتاعت القهوة هتحطها كده زي ما انتم شايفين شايفين بقى عايز اقولكو ان الجو ده جوه حلو جدا حلو جدا لما تكوني منظمة كده في حاجاتك وفي اولوياتك يعني تعرفي بصه بالورقة والقلم صدقوني حياتك وتبقى كويسة جدا هنيجي هنا لغرفة النوم وكانت جايبة طقم الميليات ده جديد او طقم هو ميليات معا المفرج بتاعه او معا كوفيرتا بتاعته زي ما انتم شايفين وفيه الكنار البني ده وطقمت عليه الكوشنز بقى اللي داخل فيه البني والجلد هنيجي هنا للدرج بتاعها كانت بتحط حاجاتها فيه الدرج عادي جابت منظمات عشان تنظم الدنيا زي ما قلتلكم وتخلي الشكل الجمالي يعني يبقى احلى اكتر وحطت فيه حاجاتها زي ما انتم شايفين كده طبعا زي ما احنا عارفين ان مش كلنا نقدر نجيب المنظمات الخشبية دي يعني تقدر انك انت تصرفي نفسك بقى اقل التفاصيل وبقى ضق التفاصيل كل حاجة من عندك انت في بيتك هنيجي هنا بقى كانت جمان كمان جايبة الحامل اللي هو اللي سلكي طبعا هي بس بتحط الفيشة بتاعته فيه الكهرباء زي ما انتم شايفين بيبين لها ساعة بيشحن الموبايل كل حاجة يعني طبعا هي كانت جايبة منين كانت جايبة برضو من اميزون هنيجي بقى هنا عاملة جولة سريعة كده في الغرفة بتاعتها طبعا بعد ما خلصتها هنا بقى غرفة الدرسنج غرفة الدرسنج برضو حلوة جدا عجبتني شاكتها كانت جايبة لها الاباجورة الجميلة الشيك اللي بصوا يعني عجبتني تفاصيل الاباجورة شوفوا اباجورة كيوت كده هي طاتش طبعا بس حلوة قوي بصوا كانت جايبة مكتطفات بسيطة كده من الدرسنج وهي بتمزمه بالنسبة يعني للغواج بتاعتها او كل الاكسسيروس بتاعتها اللي هي حطها حاجات بسيطة يعني مش كلنا طبعا بيكون عندنا الحاجات دي ولكن يعني تكة بسيطة كده هنا بقى ده الغرفة الغرفة الثانية ودي غرفة بنوتتها وكانت جايبة لها هنا المروحة او النجفة اللي هي المروحة زي ما انتم شايفين ركبتها وشغلتها بتشتغل بقى النجفة وتشتغل عادي مروحة فماشاء الله عليها حلوة جدا تسألت عليها على فكرة كتير جدا النجفة دي اجيبها منين واحصل عليها منين طبعا برضو موجودة في اميزون وموجودة على مواقع كتيرة زي علي اكسبريس تقدروا انك انت اجي بيها بالنسبة بقى للمشتريات كانت جايبة الكوشنز دوت علشان تغيير ما بين الجولد ويه اللون البنك او اللون الوردي زي ما انتم شايفين الدكور يعني بيتكلم عن نفسه من الجمال والشياكة والرواءان كده يعني بصوا اللون البنك مع اللون الوفويت كده بجد بيدي لون حلو كمان هنا كانت يعني مقربة الكاميرا شوية على الكوشنز على شكله وجماله عامل ازاي وطبعا لحد هنا من الفيديو يكون الفيديو بتاعي خلص يا رب تكون استمتعته ولو بحاجات بسيطة ويكون استيدا اللي معانا النهاردة تكون فادتك ولو بحاجات بسيطة اشوفكو الفيديو الجاي واسبكو فرعات الله وحفظه ويه مع السلامة